حرب المساجد الإرهاب يريد هدب الإسلام المبنى والمعنى معا حرب المساجد هي موجودة بقالها فترة يعني ده مش أول مرة يتم تفجير مسجد أو قتل مصلين في مسجد إنما أول مرة في مصر إنما بقالنا فترة منذ ظهور هؤلاء الخوارج الجدد وعننا كل شفية بنشوف نموذج لحرب المساجد وشفنا تنظيم داعش إن مسجد الموصل اللي بقاله 1200 سنة إن مسجد الموصل تم تدمير مسجد الموصل قبل ما يمشو عفوا بقاله 800 سنة من القرن الـ 12 هذا المسجد التاريخي اللي هو أثر تاريخي من القرن الـ 12 بقاله أكتر من 800 سنة تنظيم داعش هو ماشي يفجر المسجد بالكامل جاب المسجد بالكامل على الأرض ليه؟ لأنه ده اللي خطف فيه أو بكر البغدادي ما ينفعش أنهم يحتلوه تخيل هذه الحجة فيدمروا هذا المسجد اتنين مسجد السيدة زينب في دمشق تم تفجيره وقتل 8 أشخاص تلاتة مسجد نجران جنوب السعودية برضو قتل 3-2015 أربعة فيه مسجدين في وقت واحد تقريباً 2017 في أفغانستان مسجد بيصلي فيه شيعة مسجد بيصلي فيه سنة مات هنا 30 مات هنا 40 سنة وشيعة مات 70 فيه مسجدين في أفغانستان 2017 2016 كان فيه محاولة لتفجير المسجد النبوي تخيل بقى لأن الناس بتقول إزاي هؤلاء الخوارج يفكروا أنه هم يضربوا مسجد الروضة لهم فكروا في ضرب الرودة الشريفة نفسها في سنة 2016 ومات اتنين من العساكر السعوديين أثناء محاولة إيقاف العربية كان الهدف هو تفجير المسجد النبوي الشريف طبعا إيه الحجة اللي عندهم بيقولك لأن المسجد فيه ضريح فبيعتبر أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو ضريح داخل المسجد وبالتالي يجب تدمير قبر الرسول لأنه ضريح داخل المسجد دي محاولة 2016 انت بتتكلم مع ناس الكلام معهم تقريبا خلص الكلام ما فيش نقاش ما فيش حوار لما يقولك تفجير المسجد النبوي لما يروح مسجد الرودة في صلاة الجمعة يقتل 300 من المصلين من الساجدين من الركع السجود لما يعمل ده من أفغانستان إلى السعودية إلى الكويت إلى العراق إلى سوريا إذن بنتكلم أن احنا في حرب حقيقية عند أناس لا عقل ولا دين عندهم وهي معركة وجود لا حدود مش نفظهم وقوتهم إما بقاء المسلمين وإما نهاية الأمة الإسلامية على أيدي هؤلاء الحمطة والأغبياء ترجمة نانسي قنقر